طيب أنا عايز أسألك برضو على تفصيلة ليه علاقة بالسوشيل ميديا قبل كده كذا مرة معنا ضيوف من نجوم النادي لأهلي السابقين ودايما نسألهم من ضمن الأسئلة اللي بتسألها لهم السوشيل ميديا نتج عنها واستجد بمجابها كتير من الأمور اللي بعض إن ما كانش أغلب الضيوف شافوا إن هي أضرت بكرة القدم أنا عايز أسألك نفس السؤال على الفن زمان كان الوضع مختلف تماما فيما يتعلق بعلاقة الصحفي الفني وكان الصحفي الفني من دول وانتي ست العرفين صحفي دارس بالضبط كده تمام وبكل بقى تفاصيله من موضوعية ومصداقية إلى آخر السوشيل ميديا رخصت الغالي وغلت رخيص وقلبت أوضعها صنعت الناس بلا هدف بصراحة وغيرت وغيرت زوء عام في كتير من الأعيان بس برضو لها مميزة كل حاجة طبعا ليها وليها يعني هي لها مساوئها وليها مميزتها أكيد طبعا أصل السوشيل ميديا تقدر تنجح لك برنامج وممكن تفتت تخلي برنامج ناجح يفشل مش عشان البرنامج وحش ولا كويس لا علشان فيه شغل على أن دي تخصص شركات معينة أنها تنجح عمل معين ده طبعا مش البرنامج بس أنا عشان لكن عمل مسلسل فنان ده شغل وتمويلات وحاجات وساعات بيبقى تمويلات لحد معين لأنه حينفعهم في حروبهم على الإنسان المصري وفكر الإنسان المصري فيبتدوا يبرزوا شيء معين علشان أنا أعمل عنف في الشارع المصري علشان أعمل فكرة حاجة معينة أنا دايما بقول أن ما ينفعش أن أنا أعمل مثلا مدرس بيغلط غلطة كبيرة والأول مثلا مشكلة ممكن يرتكب جريمة ما ينفعش لو أنت في بلد عايز تقدر قيمة العلم يبقى أنت لازم توجه المجتمع لقيمة العلم وقيمة المدرس تكريمي عليه ده ده جدل أبدي من زمان قوي كان طول عمره مرتبط يمكن بالسينما طبعا الدراما بشكل عام بس كان وقتها بيتقال أكتر على الأعمال السينماية وعن المبدأ ذات نفسه هالسينما مرآة للمجتمع بكل ما فيه من عيوب بكل ما فيه من فقر بكل ما فيه من تفاصيل مش لطيفة نهاية بان وجهة نظر تانية مغيرة أن الفن ده والسينما تعملت عشان تجمل الواقع عموما خلينا نرجع أصلا أنت السينما والفنان مش فوتوغرافر مش مصور ما بيصورش صورة ده بيبدع في الصورة أنت لأ أنت مش يعني مجاري يعني جيب مجاري وهي دي الواقعية إزاي بتتناول الموضوع حتى لو واقعي لا أنت مش مصور هنا أنت هنا فنان بتتناول الموضوع لوجهة نظر مفيدة جميعا